المرأة في الحياة الثقافية وملثق الثقافية بقطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثقافة صباح الخير صباح الخير أنا سيد شريبي أهلا بك أهلا بحياتك أولا أنا عايزة أعرف بحكم منصبك وبحكم موظفتك إيه اللي بيقدموا هذا المنصب أو يعني قصر الأمير طاز إيه اللي بيقدموا للمرأة في هذا المكان الثقافي المهم والحقيقة أنا لسه يعني ماسكي الصالون قريب قوي فلسه إن شاء الله موضوع المرأة لسه إن شاء الله في طريق المناقشة وهتم تفعيل دور المرأة في المجتمع من خلال جميع الأحداث الموجودة على الساحة فالمرأة في الفترة الأخيرة تم تهمش دورها شوية بسبب الدعوات اللي هي بتقول رجوعها المرأة تاني للوزائف التقليدية زي مدرسة أخصائية إدارية دي طبعا نظرة عباسية للمرأة في الفترة الحالية ودي أساسا مش هتقود بالضرر غير على اللي هم بينادوا بهذه القصة إن المرأة تتراجع ويتراجع دورها وده ناتج في الحقيقة عن حاجة إن قالوا إن كل المكتسبات اللي اكتسبتها لمرأة بسبب السيدة سودان مبارك زوجة الرئيس المخلوع وقالوا إن أي مكتسبات بقى لازم يتم إلغاءها لأن باعتبر إن هي تم استبعاتها وتم إسقاطها بس دي حاجة دي حاجة يعني دي حاجة إيجابية مش حاجة سلبية إزاي إن ربط حاجة إيجابية سلبية ما هو ربطوا للأسف الشديد ربطوا بأي مكتسب اكتسبت المرأة مثلا زي القوانين الحضانة المكس قبل مو طفولة وغيرها كل الحاجات دي كلها اعتبروا إن لازم يتم إلغاءها ما دي النظرة اللي هي بيسموها راجعية بالزبط بيعايزين دول المرأة يتراجع ولكن دي كلها مسألة مؤقتة ولأن المرأة برضو لها دور من أيام عندنا نموذج لابد إن هو دلوقتي يظهر لفترة وبعدين يتم تفيل دول المرأة أكتر يعني إحنا مثلا نموذج السيدة تحية عبد الناصر كانت نموذج معتادل ما كانش لها سلطة ولا سيطرة ولا كان لها نفوز جات بعد كده سيدة سوزان سيدة جهاني السادات لأنها كانت طبعا عندها طموح علي وجدت موضوع السيدة الأولى سيدة مصر الأولى وده طبعا كان إحنا تم استراده من أمريكا فبعد كده كان لها نفوز ولكن مش بهذه السيطرة والسلطة للسيدة سوزان بعد كده حصل سيطرة وكان عندها نفوز غير رسمي وسيطرت على النفوز الرسمي يعني سيطرت على السلطة الرسمية فده لازم نيتوارى في الوقت الحالي مش في حاجة له خالص يعني كل واحد مسؤول في موقعه وانت في مسؤولية مهمة انت مديرة سرون ثقافي بقصر الأمير طازل هو واحد من أهم المؤسسات الثقافية في مصر ناوية تعملي ايه؟ بالنسبة للمرأة ان شاء الله ناوية ان انا اعمل اسباط على دور المرأة لازم يتم تفايل دور المرأة مثلا لو لاحظت في الانتخابات اللي فاتت دي كلها تمانية بس منتخابات واثنين معاينات يعني عشرة وده حاجة نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للبرلمان المصري فلازم دور المرأة سياسيا يعلو أكتر من كده فلازم نعمل اسباط على أي سيدة أو أي امرأة في مكان ثقافي أدبي سياسي لازم يتم تفايل دورها وده لازم انا يقول لي دور في ان انا اعمل اسباط عليها وأظهرها للمجتمع ودوري انا ان شاء الله يعني من خلال ايه مثلا من خلال ندوات من خلال ورش عمل من خلال السلونات الثقافية يعني مثلا في عزفات في رؤساء مؤسسات في سيدات في دولايات رؤيات كاتبات سيناريهات دول كلهم في حال التواري لازم دول يظهروا للساحة وده ان شاء الله هيكون دوري في الفترة اللي جاء ان شاء الله طيب متوقعة بشكل عام دور المرأة في الحياة الاجتماعية في مصر متوقعة هيبقى عمل ازاي بس هي لابد من المرأة يقول لها نشاط وبعدين المرأة مش ممكن هيجي لها حقها وهي قاعدة مكانها الحق لا يوطى لمن يسكت عنه فالمرأة لازم ان هي تاخذ حقها يعني لازم تفاعل دورها لو لا حق لازم تسعى لي وتاخده لازم يتم تفاعل دورها في الحياة الاجتماعية اكتر يعني في المنسبات الاجتماعية يعني مش عايزين زي ما كان بيحصل ان يبقى فيه سيدة مصر اولى لان سيدة مسؤولة لغت سيدات مصر كلهم فلازم يكون سيدات مصر كلهم لهم دور دور فعل في المجتمع لان مجتمعنا لن ينهض بفئة واحدة او بالرجال فقط لابد من بس هل ما هو كله ده تمانيات واماني وشعارات بس هل ده ممكن يحصل طبعا ممكن يحصل ازاي المرأة دورها لا يقل لغا دور الرجل بل يزيد يعني المرأة ممكن هي تقوم بدور الرجل إنما العكس لا يعني المرأة بتشتغل في البيت وبتشاهل برا البيت رائدة في مجالها فده يعني لازم ان هي تحارب ان هي تاخد مكانها في المجتمع لازم ان هي تشوف حقها من اين تأخذه وتأخذه فالمرأة يعني ليست ضعيفة بل قوية يعني هي كائن قوي وإذا كان حد يتوارى بحاول يواري دور المرأة في واردة مثلا زي ما حصل في الانتخبات دي كلها امرأة بسية يعني لا تصير إلا تضحك فقط يعني إنما دور المرأة إن شاء الله يعني إذا كان الفترة اللي جاء اللي احنا فيها دي بيحاولوا إن هم شوية يعملوا تراجع لدور المرأة ولكن دي فترة مؤقتة إنهم بعد كده ستنطلق المرأة إن شاء الله ما هو دي الفكرة بقى ما هو الفترة مؤقتة دي لو ما عملتوش حاجة ودلوقتي ما هو خلاص ما هو للأسف الشديد مستنيين إيه؟ إحنا السياسة سياسة الدولة مثلا بقانون الانتخابات لازم تكون سيدة في القايمة طب ليه ما يكون شدورها بتبقى في النصف الأعلى من القايمة مثلا يعني موضوع الدعم ليه يبد أن الدولة تدعم المرأة لأن المجتمعنا برضو مأتزارة المرأة تدعمها إزاي بقى؟ تدعمها بالأقل مش حنقول دعم مادي زي في دخول في أثناء الانتخابات لأن الرجل دائما وأبدا بيسطو على المنطقة دي يعني زي ما حصل برضو في الانتخابات الفاتم هو ده اللي خلق المرأة دورها تراجع يعني في مجلس الشعب 8 سيدات و 2 معينات 10 10 نسبة دقيلة جدا بالنسبة للطيارات الدينية طبعا بتدعم ده ولكن أعتقد إن شاء الله أن توجهاتهم هتتغير في الفترة اللي جاية وهيكون هيرفق أن دور المرأة لابد أن يكون يعني يساني دور الرجل وهيتم إن شاء الله الاهتمام بيها بإذن الله و ده دورنا في الحياة الثقافية والسياسية برضو أكيد بكرة اليوم العلامة للمرأة هل قصر الأمير طاز بيعمل أي حاجة بهذه المناسبة؟ هو إحنا من حاس نطلع اللي إحنا كان عندنا لسه الاثنين اللي فات صالون فإحنا عندنا الصالون بتاع الأمير طاز ده الاثنين الأول والثالث من كل شهر فإن شاء الله الصالون اللي جاية ده هيكون عن حرية الإبداع في الزل البرلمان الإسلامي أو في الزل التيارات الدينية موضوع مهم موضوع مهم طبعا الإبداع فالصالون اللي بعديه إن شاء الله هيكون عن دور المرأة وتفعيل دور المرأة في المجتمع المصري والعالمي أيضا مين الضيوف اللي ممكن يكون موجودين في الصالون زي ده مثلا؟ أساميا في الصالون في الإبداع بعد كده المرأة لا في الإبداع طبعا هيجيب أحد اللي هما جابهة الإبداع فيه فنانات وفنانين في جابهة الإبداع طبعا هيجيب حد من طيار الإخويني وطيار السلافي على أعتبار أن هما دول المنبوط بيهم هزق الدور اللي هو البرلمان هتبقى زي مناظرة يعني أم هي مناظرة أوه إن شاء الله طبعا وبالنسبة للدور المرأة بقى اللي هنتكلم فيه دور المرأة طبعا هيكون إن شاء الله هيكون فيه استضافة لبعض الشخصيات العامة اللي هما كان لهم دور قبل كده وتم تهميشه ولكن هيتم إظهارهم تاني في الفترة اللي جاء إن شاء الله وزارة الثقافة أنا خدت بالي من أكتر الوزارات اللي فيها موظفات سيدات أو يعني بالنسبتها مش قليلة يعني أنا بدخل مثلا وزارة الثقافة نفسها في المقر أو حتى في أصول الثقافة بلاقي سيدات كتير هل هي مجرد وظائف ولا أنتوا ليكوا فعلا دور في هذه الوزارة وهل تبطبيعة الوزارة نفسها بأن هي وزارة الثقافة أنا عايز أقول لك إن في وزارة الثقافة في الفترة اللي فاتت كات المرأة خالص ما كانش لها أي دور أي منصب قيادي كانت المرأة بتهمش فيه قيادي لكن هي موجودة في المناصب الإدارية والوظيفية بس في قيادات لا بطبيعة الحال أهو بطبيعة هي وجام بس كان في قيادة أو اتنين بس في الوزارة كلها تخيل هذه الوزارة بهذا الحجم طبعا كان في اتنين أو تلاتة اتنين على ما أعتقد بس إنما دلوقتي العادت سيدات ذات في المناصب القيادية وده توجه الحقيقة توجه جديد ومشاء الله ده هي وزارة الثقافة بزارة لأن هي جهة ما نطبيها الثقافة في مصر فدي هيكون فيها تفعيل دول المرأة أكتر وإثار دول المرأة في المؤسسات الثقافية والسياسية هيكون في الفترة اللي جاية إن شاء الله هيكون أكبر بإذن الله أخيرا وزي ما تقولت هي مرحلة يعني مرحلة انتقالية انتقالية بس يعني خلينا نفكر نقول أن طيب إيه الغلطات اللي ممكن تكون وعد فيها المرأة عشان تفرد في حقها والمفروض بتحصلش تاني الفترة اللي جاية المرأة بس في برايك الشخصية مانيش دعو بقى بوظيفتك يعني تمام لا المرأة مش ممكن دورها يعني أنا شايفة إن المرأة دورها موجود يعني مش ممكن دور المرأة يتورق أبدا أبدا لأن المرأة أعتقد أن هي يعني بسرة لمرحلة من الثقافة والرقي وفي المجتمع المصري يعني إحنا مش هنرجع تاني للمجتمعات شفه الجزيرة أبدا يعني يعني مش ممكن إحنا خلاص يعني المرأة عايز أقول مش تمكين بقى المرأة أخذت مكانها في المجتمع كله وأصبح لها دور دور فاعل جدا في مصر وفي الوطن العربي فحاديك شايف إن هي مفهوم أنت تتراجعش على الدور دا يعني يتفز باللي كسبته لن تتراجعش على لن تتراجع وما أنا يدول دا الدعوة أصلا لا ينظر إليها بقولك لا تصير إلا تضحك فقط في الفترة دي بس دكتا ناهد عبد الحميد مدير الصالون الثقافي بقصة أمين طاز والمنثقة الثقافية بقطاع الإنتاج الثقافية بمدارة الثقافة برشكري شكرا جزيلا شكرا جدا وختاما ما أعني مش حابقا ببقود بكرة فممكن أقول للمرأة بكرة كسانة طيبة كسانة وكل سيدة وأم وأخت وزوجة وصديقة وزميلة وموظفة وعملة في هذا البلد كل عام وانت بخير كسانة طيبة احنا من غيرك ما نستوىش حاجة وشاهدينا بكرة فريق عمل جديد وطاقكم عمل جديد نهاركم سعيد